ترأس محافظ أسيوت عصام سعد اجتماعا لتفعيل ميثاق التعاون بين لجنة المشاركة المجتمعية وبعض الجمعية الأهلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة يهدف الاجتماع إلى تطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهري في حياتهم على الأصعدة كافة تقديم تكلفات بتنفيذ مشروعات تلموية ومشروعات وبرامج تغيير وعي وتعديل سلوك في قرى ومراكز حياة كريمة من هنا طبعا سادة محافظة عرض أن نستعين مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته نحن نشكرهم من كل البناء لأنهم يدينا ويساعدون ومنفحش نشتغل من غيرهم نحن نشكرهم من هنا ونجلهم بالتحامل خلال حضرقهم ومنظمات المجتمع المدني هذه قوة كبيرة تساعدنا في التنمية وفي براتافيز برامج الوزارة